أكد الرئيس السيسي تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسيا وخلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على هامش أعمال القمة العربية في البحرين شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والدعم للشرعية متمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية وأوضح متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثمن من جانبه الموقف المصرية مشيدا بالدعم الذي تلقاه بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين حرصوا على التشاور بشأن تطورات الراهنة بمنطقتين البحر الأحمر وخليج عدن حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود لحل حالة أزمة قطع غزة ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي اشتركوا في القناة